السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير هناخد إن شاء الله درس جديد اسمه Ascending Order and Descending Order وهناخد في أفكار أول فكرة عندي number one smaller than and greater than يعني الأصغر من والأكبر من تاني فكرة اللي هي number two the smallest and the greatest يعني الأصغر والأكبر وأول فكرة هناخدها smaller than and greater than تعالوا هنا نشوفوا بيقول لي number one أول سؤال Compete in Order يعني أكمل بنفس الترتيب تعالوا نلاحظ number a number one بعد كده space 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 بعد كده four five space space يعني فراغ فراغ طيب نلاحظ هنا four بعد كده five بعد كده ايه بعد five ايه شاترين six بعد number six ايه شاترين seven طيب نيجي اللي قبلها بعد one number ايه شاترين two بعد two three بقى كده one two three four five six seven ونلاحظ هنا ان one is smaller than two و two is smaller than three ماشي ونيجي لنمبر بي بيقول لي هنا space eight بعد كده seven بعد كده six بعد كده space طيب نلاحظ هنا اللي eight بعد كده seven بعد كده six اه ده كل ما نشي انا بقلل يبقى بعد six بقلل six نقص one ها شاترين five طيب ونيجي هنا space بعد كده eight يبقى هناخد الكبير بعد لقيت ايه شاترين nine بقت كده nine eight seven six five عشان نراكم فهناخدها كده بقت five six seven eight nine كده بقى صح ونلاحظ ان nine is greater than eight و eight is greater than seven ماشي نشوفو اللي بعدها نمبر ايه three is smaller than space and space and space ها three اصغر من ايه و ايه و ايه شاترين اصغر من four و اصغر من five و اصغر من six تمام نشوفو اللي بعدها نمبر ب seven is greater than space 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 يعني seven is اه تكون اكبر من ايه و ايه و ايه شاترين اكبر من six و اكبر من five و اكبر من four معنى هكده نركز ان three ايه اصغر من four و five و six اما seven اكبر من six و five و four مشي نشوفو الصفحة اللي بعدها هنا هناخد the smallest and the greatest يعني الاصغر والاكبر احنا خلنا الاصغر من والاكبر من اما هنا بقى فهقول الاصغر والاكبر the smallest يعني الاصغر with the greatest يعني الاصغر اصغر نمبر عندي هو five اما اكبر الرقام عندي هنا the greatest هو eight مشي سخبي يبقى the smallest اللي هي five اللي هو الاصغر اما the greatest اللي هو الاكبر اللي هو eight مشي نشوفو الصفحة اللي بعدها هنا بيقولي circle the correct answer يعني يحوض دائرة على الاجابة الصحيحة و number one بيقولي what is the smallest number what is the smallest number يعني ما العدد الاصغر هنا بين الاختيارات ما العدد ما اصغر عدد هنا نركز كده عندنا نقررهم مع بعض عندنا four عندنا six عندنا seven نترى مين اصغر رقم فيهم شاطرين four اهو يبقى هنحط عليها سفكن شاطرين ونقولو هنا اللي four is the smallest number لان في اكتر من عدد فاشر كده قلت four is the smallest number تمام ونشوفو الصفحة اللي بعدها هنا بيقولي what is the greatest number what is the greatest number يعني ما اكبر عدد هنا تعالوا نعدوا كده الاعداد ونفتكرها ده nine وده two وده three طب ايه ترى the greatest number اكبر عدد فيهم شاطرين nine هنحط عليها circle ايه بقت كده هنقولو nine is the greatest number لان فيه اكتر من عدد تمام نشوفو الصفحة اللي بعدها هنا بيقولي complete in order complete in order يعني اكمل بنفس الترتيب تعالوا نركز كده مع بعض هنا one هنا two هنا three after three came بعد three ايه شاطرين four بعد four five after five six after six seven after seven eight after eight nine تمام ايه بقت one two three four five six seven eight nine واللحظ and one is smaller than two and one is smaller than two and two is smaller than three تمام وهكذا تمام وهكذا هنقلل الرقم كده من ال nine نقلل بقيت 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 two ون un 9 is the greater than 8 8 is greater than 7 مشي كده خلصنا part 1 أشكركم وإلى اللقاء في part 2 مع نفهم نتعلم ببساطة والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته